بصوا بقى الموضوع كالقادي الموضوع النهاردة عن الاولويات اولويات اللي بتدور عليها الست والاولويات اللي بيدور عليها الراجل يعني الموضوع جزي موضوع كان فيه دراسة كده مركز دراسات اجتماعية معمول في فرنسا فحتى كده اقرأت دراسة كده وان زي الناس تهتم فعلا بالاولويات يعني احنا هنا في مصر دايما انا بحب انا بكره انا ارتبطت انا انفصلت انا اطلقت دايما حياتنا اكشن اكشن اللي هو اه انا انا عايزة يعمل كذا لا انا عايزة تعمل كذا لا انا مش عجباني لا انا قفلت من الموضوع خالص حياتنا كلها للنقيد من اللي بيد للسود من اللي سود للبيض لكن لما قرأت الدراسة قعدت قلت ايه هل فعلا في حد فينا بيفكر او شغله انا اولوياتي فين يعني انا كايمان قعدت مع نفسي كده مرة قعدت انا قول لنفسي كده هل انت قعدت مع نفسك مرة وقلت انا اولوياتي في ايه يعني بدل ما اقول انا عايزة وعايزة 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 تجوز وعايزة اخلف وعايزة اشتغل وعايزة اعمل وعايزين احنا دايما بنقول انا عايز لكن اولوياتي ايه اعتقد كتير مننا ما عادش مع نفسه القعدة الحلوة دي اللي هي القعدة اللي هو انت ونفسك انا ونفسي كده ونقعد ناخد وندي كده مع نفسنا واولوياتي ايه احتياجاتي ايه طب انا اولوياتي دي الراجل اللي معايا عارفها طب بلاش عارفها الراجل اللي معايا حاسسها طب بلاش حاسسها هل الراجل اللي معايا واعي عنده الوعي بايه هي اولوياتي اللي انا طلباها منه عشان يقدر يوفرها لي او يدها لي ده الحال السيء اللي احنا عايشينه انا بابا عندي اولويات اللي معايا مش فاهمها ومش عارفها ونفس الحكاية هو عنده اولويات برضو عايز حاجات معينة من الست بتاعته من مراته من خطبته حطيتها في حياته بس هل بيعرف يوصل لها هل بيعرف يوصل لها دي مشكلة النهاردة بقى هنوضح الستات اولوياتها ايه والرجالة كمان اولوياتهم ايه عشان نقدر نوجه يعني نقرب وجهات النظر موضوع الاولويات ده موضوع يمان عادي بسيط لكن هنتخض لما نعرف اولويات يعني ايه اولوية ويعني ايه برضو كمان هنعرف الفرق ما بين الاولويات والاحتياجات انا احتياجاتي غير اولوياتي وحاجات كده بترتبط بقى بالانسة والذكر وهل احتياجات الانسوية غير الاحتياجات الزكورية يعني الموضوع كده الشبه شوية راكب عن بعض بس النهاردة هنفكه ونفهم عشان نعرف نعيش عايز اقول بقى ايه هنروح في الاول لمبادرة كده مبادرة لطيفة جدا ويمكن برضو يعني انا ما كنتش اعرف ده وفيه ستات كتير بتتفرج علي برضو يمكن ما تعرفش ده بس تعالوا نعرف الحاجات الحلوة اللي بتتعامل في البلد فيه مبادرة جميلة جدا عاملها وزارة التضامن اللي هي ايه بقى مركز استضافة وتوجيه للمرأة او للبنت عمومة المركز ده تحت اشراف الادارة العامة للشؤون المرأة بالوزارة واللي بترقصها الاستاذة جاكلين ممدوح اللي تعاونت معانا كتير ونزلتنا كمان صورنا هناك عشان نشوف الخدمة اللي بتتقدم هناك في المركز ده واللي بتتقدم للسيدات اللي تعرضت لأزة او اي شكل من اشكال العنف مش بس كده ده كمان بتساعدهم يتعافوا نفسيا ازاي يتعافوا نفسيا وجسديا وبيقوموا كمان بتأهلهم وبتمكنهم اجتماعيا واقتصاديا البيوت دي يا جماعة موجودة في كل محافظات مصر موجودة في محافظات كتير جدا في مصر تعالوا نشوف يعني ايه مركز استضافة انتو عارفين يعني ايه مركز استضافة اي بنت بتتعرض لعنف اي ست بتتعرض لانفصال او عنف او اي ظروف اجتماعية قاسية وعنيفة بيحتضنوهم يعني ده الحضن اللي بيطبطب عليهم شوفوا مشاكلها ايه بتعاملوا معها ازاي ازاي تأهلوها نفسيا ازاي تبقى فرد في المجتمع واثق من نفسه شريف عفيف الحلال الحرام اعملي ده وما تعمليش ده يعني استضافة وانا بسميه الحضن الحنين تعالوا نشوف معا بقى موسيقى